خليني في البداية أسأل السؤال التعارف بالخدمة المسيحية أنا عم بواجهة نوعيتين من الناس والنوعيتين هم التطرف الأول كل حاجة بدخله فيها الشيطان السيارة عطلت الغسالة عطلت كل حاجة بدخله فيها الشيطان وكأن الإنسان لا توجد له إرادة أو قرار أو حرية أو يعني في الموضوع الأكستريم الثاني اللي يعني بيخففه أو بيقلله من أهمية موضوع الشيطان إنه دي حاجات كانت بسبب ظروف معينة تاريخية في مناطق بسبب السحر والعبادات الوثنية ويحن في عالم متطور وعالم يعني عنده كل الإمكانيات فنفيش داعي لهاي الخرافات والخزعبلات فأنا شايف أنه فيه فالسؤال الشيطان من هو هل هو حقيقة تمام إحنا نعتمد على كلمة الله الصادقة للإجابة على هذا السؤال لأنه كلمة الله بتوضح أن الشيطان هو المجرب اللي بيحط لي التجربة عشان يوقعني مش عشان يساعدني أتقدم في حياتي ففي سفر التكوين أصحاح الثلاثة بنشوف الشيطان بيتجسد في الحية وبيكلم حواء وبيقول لها أحقا قال الله فبيبتدي بسلاح الشك نعم ولزال بيستخدم سلاح الشك في القرن الواحد وعشرين لأنه لما نشك في كلمة الله ما عندناش أساس قوي نستند عليه فبتكون النتيجة أننا بنسمع كلامه ونصدقه لما نعرف أنه هو كذاب وأبو الكذاب فكل الكلام اللي بيقوله هنا كذب نعم فمش لازم نصدقه بس للأسف حواء صدقته لأنها لم تستند لكلمة الله الصادقة فالشيطان حقيقة وده اللي بيقرره الكتاب المقدس والشيطان دلوقتي كملاك ساقط له حرية أنه يجول في العالم وعنده الأجناد بتاعته ومنها بيحاربنا بصور مختلفة وعادة بتبع حرب ذهنية والحروب اللي بيحطها في ذهننا علشان نعصى الرب بس هي مش غلطته لما أنا بعصى الرب دي غلطتي أنا لإني استجابت للصوت الغلط في حياتي فأنا لما بغلط في صوتين بيجوني سيطان بيقول لي أنت بائس وأنك أنت غلط الروح القدس بيقول لي تعالى تبكت وتوب وارجع فلازم أسمع لصوت الروح القدس وما أسمعش لليأس اللي بيحطه الشيطان ولما بيشككك بالشكل الإجابي أنك أنت شخص كويش وأنت مش بحاجة أنت إنسان ضار وسمعتك حلو وكله تمام عنك دي برضو مشكلة تاني أن يحط فكر الكبرياء وأن يقول لنا أن أنت كويس بس هو كذاب فأنا مش أصدقه حتى لو قال لي أن أنت كويس لأن الأهم هو مقياس الرب لحياتنا هو المشكلة في موضوع التمييز أيوة دكتور ناجي يعني صعوبة التمييز بين الأصوات في أصوات كثيرة طبعا ولكن الشخص الروحي بميز يعني الشخص اللي ماشي مع ربنا بميز الصوت وبيعرف إرادة ربنا لأن في روح الله يسكن فينا فلازم أنا أقدر أتناغم مع روح الله عشان أقدر أميز الأصوات عارف يا أسيس النزار يعني إحنا في الستوديو اللي إحنا عاديين فيه فيه موجات من السي إن إن والبي بي سي وحاجات كثيرة قوي ليه مش بنستقبلها لأنني ما عنديش الجهاز اللي أصبطوا عليها فأنا في المحرب الروحية لازم أصبط الجهاز بتاعي اللي هو عقلي وإراتي على فكر الله وده بيحصل من قريتي ودراستي لكلمة الله التمسك بوعود الله في حياتي أعرف يعني إيه غفران الله لحياتي لما غفر لما يقول خطياكم لا أذكرها فيما بعد ربنا مش بيجي له حالة نسيان لا دي معناها إنه خطيايا مش هتقف ضدي في المحاكمة الخطيايا مش هتقف ضدي كسق ضد حياتي وده اللي عايزين نفهمه لما نفهم غفران الله في شخص دفع دفع الثمن فكده اتلاغ علي الحساب فأنا خدت براءة والبراءة اللي خدتها دي مش وراها سجل يعني فيه واحد مثلا يدخل السجن سنة ويطلع براءة بس عنده سجل ماضي بيقول إنه هو سجن في الحياة الروحية لما بأقبل الرب يسوع خطيتي بتزال من غير ما يكون عندي سجل يقول لي إن أنا كنت مجرم في الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة